ترميز الألوان في مركز التقديرات يمكنك إنشاء قواعد لتطبيق الألوان على الخلايا داخل شبكة مركز التقديرات، إما بواسطة التقدير أو الحالة. يؤدي إنشاء قواعد الألوان في مركز التقديرات إلى توفير مؤشرات مرئية لمساعدتك في فهم المعلومات بسرعة. سنتعلم في هذا الدرس ما يلي. تمكين ترميز الألوان في مركز التقديرات إعداد خيارات ترميز الألوان تعيين نطاق الدرجة في البداية سنذهب إلى مركز التقديرات الكاملة من لوحة التحكم، نختار مركز التقديرات، تظهر قائمة ممتدة، نختار منها مركز التقديرات الكاملة. من قائمة إدارة في شريط الإجراءات، اختر رموز ألوان التقدير. بشكل افتراضي، ترميز الألوان غير ممكن في مركز التقديرات، ولتمكين ترميز الألوان، قم بالتأشير على مربع تمكين رموز ألوان التقدير. تستطيع الألوان تعريف العناصر أو الخلايا التي لديك لحالات التقدير التالية، قيد التقدم، ضرورة تصنيف التقدير، استثناء. يمكنك أيضاً اختيار لون الخلفية لكل حالة التقدير بالضغط على رابط إجراء اللون، واختيار اللون من مربع عينة الألوان. تستطيع أيضاً تعيين خيارات الألوان لنطاقات مختلفة التقديرات أو الدرجات من خلال الضغط على زر إضافة معايير في قسم نطاقات التقدير. إضافة معايير التقدير يجعل من السهل إعداد نظام التعريف البصري الخاص بك، مثلاً يمكن استخدام اللون الأحمر لإبراز الدرجات المنخفضة التي تحتاج إلى اهتمام أكثر من كبلك. من القائمة المنسدلة للمعيار سنختار أقل من، وفي الخانة نكتب سبعين. ويمكنك تغيير لون الخلفية والنص. أخيراً، اضغط على إرسال. نشاهد الآن تم تشغيل ترميز الألوان في مركز التقديرات بنجاح. شكراً لمتابعتكم.